هذا وتشهد العلاقات البحرينية المصرية نموى مضطردا وتوافقا كبيرا في وجهة النظر على المستوى الإقليمي والدولي وذلك لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة العربية وتتميز العلاقات السياسية بين البلدين الشقيقين بمستوى عال من التنسيق والتعاون المشترك في جميع المجالات الترموية التي تجمع بينهما للعلاقات التاريخية الوطيدة والأخوية المتميزة التي تربط مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة عمق وتفرد كما تشهد تلك العلاقة بين البلدين الشقيقين تقاربا مضطردا وتنام مستمر وما يجمعهما من شراكة عميقة ومسار تنسيق متكامل في جميع المجالات في ظل حرص واهتمام كبيرين من لدى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة وتحظى جمهورية مصر العربية الشقيقة بمكانة تاريخية مرموقة لدى البحرين باعتبارها مركز ثقل واحترام وتقدير لدى الدول والشعوب العربية والإسلامية انطلاقا من عطاءاتها في المجالات السياسية والاقتصادية والفكرية والثقافية إلى جانب دورها المحوري والاستراتيجي الإقليمي والدولي في دعم قضايا الأمتين العربية والإسلامية والإسهام في تعزيز السلام والأمن في المنطقة العربية والعالم العلاقات البحرينية المصرية تأكيد على الرؤية الموحدة بين قيادة البلدين في العديد من القضايا من أبرزها الحقوق الفلسطينية في إقامة دولتهم على أراضيهم وعاصمتهم القدس الشرقية وضرورة إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل إلى جانب التعاون والتكامل في مكافحة الإرهاب بشتى صوره وأشكاله تشهد العلاقات البحرينية المصرية على الدوام تنسيقا في الرؤى والمواقف السياسية والدبلوماسية تجاه القضايا العربية والإقليمية ذات التأثير المباشر على الأمن القومي الخليجي والعربي إذا ما تشهده المنطقة العربية والشرق الأوسط من قضايا ومخاطر تتطلب تكثيف الجهود وتأسيس موقف عربي موحد تجاه الملفات التي تشكل أولوية مشتركة